ثلاث أولويات في إطار استراتيجية وزير الدخلية نهد المشنوق لمكافحة الإرهاب في لبنان عرضها على الفرنسيين خلال زيارته لباريس على مدى ثلاثة أيام يرافقه وفد أمني وإداري رفيع المستوى مع نظيره الفرنسي بيرنار كازنوف كانت جولة أفق في أوضاع المنطقة ولبنان والتحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها ثم عرض المشنوق لاستراتيجيته التي ترتكز على أولا تأمين الاستقرار السياسي في لبنان من خلال حماية الحكومات الحالية وتشجيع الحوارات بين القوى السياسية كالحوار بين حزب الله وتيار المستقبل مشيرا إلى أن حزب الله هو خصم سياسي وشريك في الوطن الأولوية الثانية تهدف إلى تعزيز قدرات وتقنيات الأجهزة الأمنية أما النقطة الثالثة فهي تظهير خطاب دني لمواجهة الخطاب التكفيري وقد اتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب ومواجهة أخطار المجموعات التكفيرية وحصل المشنوق على وعد من الجانب الفرنسي بالعمل على زيادة المساعدات التقنية والفنية للأمن العام ولقوى الأمن الداخلي مزيد من التدريب مزيد من تزويدنا بالتقنيات والقيادات الأمنية حتى تابع الاتصال لتطوير هذه العلاقات ووعد الوزير الفرنسي بزيارة قريبة إلى لبنان لمتابعة البحث بكل المواضيع لبنان لا يزال أولوي مهمة لفرنسا ودولة عزيزة عليهم وحيبذروا كل جهد لكي يتأكدوا أن الرئيس المسيحي الوحيد في نطف الشرق الأوسط سينتخب ويستعاد النصاب الدستوري في لبنان بعدها انتقل المشنوق الوفد المرافق إلى السفارة اللبنانية في باريس حيث أقام القائم بالأعمال اللبناني غادي خوري مأدبة غداء على شرفه ثم التقى وزير الداخلية سفيرة فرنسا الجديد في لبنان إمانويل بون شاكرا له الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الفرنسية للإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وأنهى الوزير المشنوق اليوم الأول من زيارته إلى فرنسا بلقاء مدير جهاز الأمن الخارجي بيرنار باجولي